قصتنا النهاردة عن الاهتمام في الحب في بنات بتشوف ان الاهتمام أفعيل وتصرفات مش صهر وكلام طول الليل في الموبايل وفي بنات تانية بتشوف ان الاهتمام يعني انه حبيبها يفضل على تواصل معها طول الوقت ما يغيبش عنها أبدا لازم يبقى حافز عيد ميلادها عيد ميلاد مامتها بتاخد كم علاقة سكر في الشاي وفيه كمان بقى اللي بتشوف ان الاهتمام يعني حبيبها يكون ساحر يبوصلها البصة من دول يفهم لوحده هي عايزة تقول ايه وإيه اللي مزعالها من غير ما تقوله سارة بطل القصة حقيقية النهاردة مشكلتها انها كل دول في بعض سارة اتخطبت ثلاث مرات سابت خطبها الأولاني عشان مش بيركز في التفاصيل سابت خطبها التاني عشان بيهتم بيها بزياد ودلوقتي خطبتها التالتة مهددة انها تتفسخ عشان مهتمة بيه ومحاصرة بزيادة قوي لدرجة ان هي عملت هاك على الفيسبوك اكاونت بتاعه عشان تعرف بيكلم مين وخطبها لما عرف قالها احنا محتاجين نفكر من اول وجديد محتاجين نقايم العلاقة دي بدل من نتعب بعد بقلوا فترة مختفي مبيردش عليها خالص هي بعتت لنا محتاجة حل وعشان كده من نورنا ومشرفنا النهاردة دكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي عشان نعرف هنعمل ايه ازايك يا دكتور اهلا بيك اخبار حضرتك ايه دكتور ارايك في موضوع الابراج اللي الناس بتحدد عليه حياتها هو موضوع الابراج لا فيش اي يعني ورقة بحثية او علمية لايد دلوقتي بتقول والله انه لما حد يبقى برجه كذا ده يحدد صفاته حتى لو عالم الفلك اه اه يعني حتى لو عالم الفلك يتكلم انه ممكن تبقى فيه صفات متشابهة بين برج الميزان او برج العقرب مثلا اصحاب البرج ده بيتجمعوا في حاجة او حتى لو 30% فيهم من بعد ما فيش حاجة اسمها كده لا خالص ليه لانه هو المفروض اللي يحدد ده علم السلوك السلوك الانساني او البيئة اللي نشأ فيها او كده بالظبط فنلاقي فيه اختلافات كبيرة ونلاقي ان حتى الابراج لو انا مولود في برج الكذا وعايش في مصر غير ما بقى مولود في برج كذا وعايش في امريكا اختلافاتنا الثقافية والفكريات مختلفة جدا ولكن هو اصبح الموضوع مضل القوي يعني اصبح الحكاية ان انا عندي بعض الاخطاء في شخصيتي فاعتماديتي على ان انا اقول ان بجيبها في البرج يعني بالبلد اه هي برج مش سوريا يا جماعة عصبيتي اصلا برج الاسد لان العصبية دي هي المشكلة دي مشكلة لازم نحلها لان هي بتخصرك كتير او التقلبات المزاجية العالية فنقولك اصلا عندي تقلبات مزاجية كتيرة ومودي بيتقلب لان انا برج الجوزاء جوزاء اه عني شخصيتي في بعض اه لا هو مش كده هو انت متناقض شوية محتاج تفك التناقض ده وافكارك عكس بعضها فمحتاج تهدى شوية وتفكر بشكل نابج فهي بقى الموضوع مش ان انا عندي برج ايه نا الموضوع ان اعتماديتي ان انا معتمد على ان كل صفة عندي مش خطائي وكل صفة كويسة عندي مش مستي طيب دكتور في حاجة بقى لما انت عمل حركت الكلم على الصفات وكده ممكن تكون في حاجة مشتركة مش هقول برضو مش عمم بس اغلبية البنات ليه لما حدي بيسألنا مالك مامدرداش نقول ولقول مفيش هو ده في حاجتين بقى مهمين اه اول حاجة هو التنشئة ان احنا بنربي في المجتمع البنات على الاعتمادية يعني ما نخليهمشوا معتمدين على نفسه بدلين الموضوع ده مش مشهور اوي بره يعني يعني بره لما الستي يسألها مالك تجاوب من اوي مرة معقول كده والمجهود ده كله يزيع اه اه وكمان وبزكاة شوية يعني حتى تبقى مستبصرة وشايفة جواها ايه يعني وتقول في حاجات كده اه فهي الفكرة ان احنا بنربي البنت على ايه بقى بنربي البنت دايما انه ان شاء الله لما هيجي جوزك ونشوفك بالطرحة البيضة ونشوفك في المكوشة دايما يقولك يا رب تفرح بقى وتشوف عروسة اه وتشوفك عروسة فكده ده ده النجاح بتاعك كابينك طيب عايزة روح مش عارفة ايه واسافر فيه ان شاء الله بقى لما هيجي جوزك وي 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 فده بيتنقل ان الاعتمادية تبقى كمان في الاستقرار النفسي في المشاعر انا متضايقة انا غضبانة فانا معتمدة على هذا الشخص انه يعيد لي استقرار النفسي لقى دكتور مولا ومهتمة كان عارف لوحده ده اول حاجة بقى يعني كمان حتى وانا زعلانة محتاجة ايه انه هو ده لو مهتمة كنت تعرفت يعني رجلة بتخني من كلمة دي على فكرة من ده لو ممكن تكون حقيقية ده بالعكس ده هو الموضوع صعب بيصعب الموضوع الرجلة جدا ليه بقى لانه نبيعرفش يقرأ عقلها نبيعش يقرأ افكارها الاهتمام بيتطلب طيب ولا ما بيتطلبش بيتطلب طبعا يعني اهتمام ما بيتطلبش بس انا هطلبه ولا الاهتمام بيتطلب لا الاهتمام بيتطلب القعدة في الاهتمام انه بيتطلب وبيتطلب بالتفاصيل يعني لو سمحت انا عايزك تهتمي بي النهاردة وتخرجني الساعة 7 توديني السينما طبعا وعايزك كمان لما هتجيب لي ورد انا بنبسط قوي بالورد اللي لونه احمر مين اللي بيرايح اكتر يعني مين مفهوض يريح التاني أكتر يعني الراجل أو الست ولا تقصوه دي ده سؤال ده في صغر بالعكس الاتنين مسؤولين بالعكس أقول لك مش الراجل هو القائد مش هو قائد في العلاقة وهو قائد في البيت بوالي رايح ما دي الكلمة اللي بنقولها علشان نفقز الست المسؤولية لأ لأ عشان نسكته ونصليه ويسمع الكلام ما تقولش كده ما تقولش نحن نفقز المسؤولية هي شئلة مسؤولية كلها هي المشاركة العلاقة فيها مشاركة ومسؤولية من الطرفين في كل حاجة لما بيجي لي حد لما بيجي لي ست في العيادة وتقول لي أنا متضايقة من كذا ومن كذا ومن كذا من جوزي أكيد مش بعالجها هي لوحدها بقولها طيب ما تيجي نعالج معاك جوزي بحيث نعمل علاج زواجي للاتنين والرجالة بترضى تيجي في العيادة بيبقى في مقاومة وهقولك ليه المقاومة بتكون موجودة ليه؟ علشان احنا مربين الراجل عكس الست ايه بقى؟ ان انت راجل ما ينفعش تطلب مساعدة ما ينفعش تبقى ضعيف حاجة مشاعرك ما تظهرش قوعة تعيط ما فيش جلبة تعيط ما ينفعش بقى تغلطة عكس الست الست نقول لها ايه؟ لا ده انت مكسورة الجناح ولو البنت يا بنتي قوتك في ضعفك عياتي عياتي وهي دي المشكلة انه انت عملت رب اللي تنعكس بعض فتلاقي الست جات والرجل بيقاوم قوي او حتى يعني يعني العشرين في المية او العشر في المية لما بيجي للرجل اقوله نفس الكلام هاتي الست علشان كمان نتعالج نعمل علاج زوجي للاتنين محتاجين نتكلم طبع انت بقى لو هنتكلم نهاردة على صارة دكتور ايه كيف اللي بيحصل ده؟ صارة طفلة 28 سنة ومازالت طفلة ليه؟ باكي بريتش انا شايف ان مظلومة في كذا حاجة مظلومة في التنشئة زي كل البعض والاستعجال في حاجة تانية ما بنفاهماش للناس في العلاقات ان الناس ما بتتغيرش يعني ايه ناس ما بتتغيرش انا لو انا مثلا جوزي عايزي يغيرني مش اتغير اه ما يعتمدش على كده ولا حضرتك تعتمدي على كده الفكرة فين بقى؟ الفكرة انه للأسف الشديد بيحصل ايه؟ انا متضايقة منك فانك انت مثلا بما تتعصب حلو؟ فهو يعمل ايه بقى؟ يقوله لا طب انا اوعدك ان انا من بكرة هتغير وابقى هادي ييجي بكرة بكرة ايه؟ ييجي بعدها بساعتين تقصل مشكلة قد كده فيتعصب ويداهم انت ما تغيرش فهنا المشكلة انه كل واحد فيه مفاكر انه لمجرد انه بيحب الآخر هيعرف تغير هيبقى عنده القدرة الانسانية انه يتغير بهذه السرعة الدافع كويس الدافع ان انا اتغير ده شيء كويس ويساعدني على المضى الطويل انما الصفات الانسانية فيها ثبات عالي تبقى صعب التغير فيها طيب ده بنقوله ليه؟ بنقوله علشان احنا البني قدمين عاملين زي الباكتجي كده لو خدتني انت هتاخدني كده عشان الجملة التانية اللي بنسمحها دايما بقى ما هو بقى ربنا هيهديه بعد الجواز ما هو عايزين يجوزه عشان الولد بدأ يبقى طبعه صعب وبدأ يعمل حاجة مشاكل كثير يا طمت مثلا يعني هم بيقولوا ايه يا طمت انا بيتعصب كتير فتقولها ده بعد الجواز هيهدى وهيبقى زي الفل كدبت علينا والله العظيم يعني يعني عايزة ما يتجوز طبعا او العكس هي بقى ايه يقولها يا طمت تبتعصب علي او حاجة ما متها بقى ما تهدى بعد الجواز فتقوله بعد الجواز هترسم كلنا كوك تتهدي في الجواز فدي مشكلة كبيرة لا طبعا لما هتشوف الشخصية دي بأمارة ايه هتتغير بعد الجواز إلا هيحصل يعني بعد الجواز فهتتغير اي حاجة بقى او الغيرة او غير او هو فكرة ايه بقى ان هو بيبص البنات كتير او بيعني يعني متعدد العلاقات هايقولولها بقى بقى ما بعد الجواز هيركز بقى نا بس لو احنا من التكلم مثلا انه ما يشي بعد الجواز يركزوا كده في حاجة صارة قالتها عجبتني يعني بتقولك هو بيسمع صوت تقطقط العربية وما يسمعش مثلا دقات قلبي او انا محتاجة ايه او يسمع ان انا بتناهد ومتعصب هو رجلة مش بتركز في التفاصيل تفاصيل معينة ايه بقى يعني ايه لف دماغهم بقى احنا عايزين نعطل هو الراجل والست من زمان قوي معمولين او ربنا خالقهم عشان يهتموا بايه الراجل ربنا خالقوا بصفات شخصيته عشان يهتم بالعائلة ورعايتها او بالعائلة ويعاشتها مش هقول رعايتها الستة هتم بالناس يعني تبقى طول الوقت مركزة مع ابنها ومع جزب الرعاية نفسها ومعنى الستة تركز اكتر من الرجل يعني مش بتركز مش كده هو بكله حسنين بيركز في حتة هو بيركز في تفاصيل شغل يعني هي تقولك ايه هو بيركز في شغله قوي مهتمة بعربيته وفي الكورة وفي العربيات وكذا حاجة ايه بالزبط هو مركز في كام حاجة بس مش بيركز في الصفات دي في الصفات بتاعت الناس مش بيركز مع الناس الستة ربنا خالق عشان كده من يقول الراجل شايف دهوية داخلة مش شافة خالص والله العظيم يعني ما بقاش عمل له بيعمل كعشن ما اخدش بالي هو اتعصب هو مش قادر يعمل كده ما يقدرش وبعدين تيجي تقوله ايه بقى تقوله الجملة دي خدت بالك لما رامتلي كلمة ما بياخدش بالي بجد يا رجل ما تاخدش بالها من تفاصيل دي خالص يعني يا حبيبي ده هو ده هو ايه بقى تقوله ايه تزنقه بالكلمة دي تقوله طب مش انت بتركز فيما تشاط الكورة وبتركز في شغلك ده انت الرجل في شغلك لما قالك كذا فتكرت له كلمة من اسبوعين ثلاثة قال هالك فهو يحس ان هو فعلا ايه ده ده انا بركز في شغلك ده انا بنيقى ده موحش كده مش مركز معاه فعلا لما البنت قالت لها لأ هو مخه وربنا خلقه ما يعرفش يركز مع الناس ده كان يعرف يحب واحدة واثنين وثلاثة وعشر دي بقى المضاعفات ياه لا ده احنا نشوف العلاج بسرعة مضاعفات ايه دكتور العلاقة هي اللي حصل ايه بقى لما قالت صورة لو لقيت في الكرام بدي حلعات لو يا بوزي بعض لو يا بوزي كتير اه او رجلة بتكرر لوية البوز اه طبعا لان لوية البوز دي بقت ايه بقت نداء للاهتمام اللي انا مش هقوله يعني انا دلوقتي مش هقولك انا مالي ومش هقولك ان عيد ميلادي انا عايزة فيه اه وردة او ورد احمر وابيض ماشي بس هبينها لك وهقولك ان فيه حاجة نقصة بس هقولها لك ازاي برضو ازاي بلوية بوسي امور عدت حك للحلة وانا بطبخ مش هبقى بقى ما اقولها بكلمة عادية ما اقوله انا عايزة وردة احمر وابيض وحشة طعمها وحش لما بتقولها بتبقى نقصة كده وحشة وحشة هي دي المشكلة الكبيرة انه برغم ان انا قلتها واقول لحضرتك حاجة يعني انا تلوقتي لو قلت لحد انه انا محتاج الوقت او بنبسط بالورد الاحمر والابيض مش عارف ايه واجيه بعد يومين راح عمل مجهود وراح جاب الورد واختار الورد اللي انا بحبه والاحمر والابيض ده حلو اهو في سيربرايز فيه فيه مجهود بالضبط بس بدل ما اعايزة ترضى والشاعة حلو مبتسم 24 ساعة حتى لو هم دقيقة بس في الاول بقى اللي حصل انا قلت يعني قلت تفصيلة اللي انا بحبها بعد ما قلتها هو هيعمل مجهود ويعمل كده طب لو قلنا مرة واضطرنا نقول كل مرة ده مش ده موت قيل بقى طبعا طبعا مش زودتها بقى بالضبط فهي حصل بقى ايه يعني قلت يعني قلت كم مرة مرة واحدة حلوة واقول مرة واحدة انا بحبش الورد اه انا بحبش الورد هتشاورمي بالضبط ولقو الرجالة كده فهي تقوله ايه ده انا بجيبلك ورد وشوكولاتة وبتاع فالدهم انا ما بحبش الحاجات دي انا بحب اكل حلو اه برابو عليه فهي خلاص فهي تفضل مصرة لأ ده الورد هو اللي احلى وهو الرومانسي وهو الجميل ايه بس هو بالنسبالك هو الجميل وحلو اه يعني كل طرف في العلاقة مش زي ما صارها بتعمل انه انا عايزة اخنقه واحبه بطريقتي بطريقتي احبه بطريقته هو هو بحب الورد هو بيحب كذا نعمل كذا هي بيحب كذا يعني صارب بتخنق بالزبط بتهجم ومش بتحب يعني هي مش بتحب اياد ولا التلاتة كلهم على بعض ولا اياد اه مش اياد ده التالت التالت ايوه ليه لانه هو الحب في عقل ده مش حب يعني ايه الحب في عقل يا دكتور يعني العلاقات اللي احنا بنفهمه من العلاقات او بنشوفه في مجتمعنا والمفاهيم اللي ماشي والحرك بتتكلم زي المجتمع يكون ظروفه مناسبة فانا بحبه بعقلي الاول بعد كده اللي اتنين ما ينفعش معي اما فيه حب ظروفه مش مناسبة ومستمر وده غلط يا عمي ليه يا دكتور انت جدت بوضنا الاندس بق هقوللي ده الناس بس كبان ما هو ما هو دي فكرة دلوقتي العلاقات احنا بنحاول بنحاول تكون مريح علينا قدر الامكان والالتنين اللي بيحبوا بعض بيحبوا بعض عشان يتعبوا ويفضلوا يتعذبوا ولا عشان يبقوا منتجين اكتر بالعكس عشان يبقوا منتجين اكتر ومتاحين اكتر حلو جدا فانا دلوقتي حبيت حد الحد ده خلصت اقلامنا على بعض وظروفنا مناسبة لبعض حلو جدا هنبقى منتجين ان شاء الله مع بعض او حتى تبا هيبقى فيه خناءات برضو يعني فيه حد بيعادي من غير خناءات فيه الخناءات بالزبط شكرا لك مفيش علاقة في الدنيا حتى افضلها مفيهاش خلافات واخناءات واختلافات بيننا وبين بعض بس خناءات وصل للتجسس على بعض انه احترق او اعمل هاك ليه هو ده بقى ده غيرة مرضية بالزبط والفكرة بقى ان الحب هو ده السلوب ده التجسسي ده ايه اللي ساقه وايه اللي قاده مشاعر كتير بس فيه طرف يا دكتور ممكن ما بيكلمش كتير فالطرف اللي قدوم ممكن يتشك حكته من وراه ده غلط ده طبعا غلط هم بيكلمش كتير فطبع عايز تعرفي عنه زي ما هي عايز تعرفه وبيعمل ايه اقول لك حاجة بالغلطة اللي في الاول ايه ابلتوا ليه كده مش احنا قلنا في الاول من شوية محدش بيتغير اااا ابلتوا ليه كده هي دي الفكرة هو بيبص البنات كتير بار طب هو كان في الخطوبة بيعمل ايه بيبص البنات كتير بارده تبقى خدتي لي ما انا قلت بعد الجواز هيبقى كويس بقى وعدني بس هو فيه برايفسي بين الازواج او المخطوبين طبعا يعني هو عادي لو هي مش عادي ناية تفتح الماسنجر بتاعه او الفيسبوك لا ايه لا هيحصل لو فتحنا فيسبوك بتاع بعض ايه لا هيحصل الخصوصية مطلوبة جدا والاسرار مكفولة حتى في علاقة الازواج ليه يبقى بنا اسرار الانسان بيحتاج ده حتى في اعمق اعمق نفسه ليه بيحتاج يغطي نفسه مفيش انسان في الدنيا يعني ما عدا في العلاج بقى يعني في العلاج النفسي بنحاول نخترق القعدة دي شوية انما مفيش انسان في الدنيا بيعيش متطمن وآمن وهو خليني اقولي الكلمة دي مجازا متعري نفسيا خالص كده وبين كل نقط اللي حتى هو مش حابب عشان حد اخترق المساحة الخاصة بتاعته طبعا فالأسرار مكفولة وبالعكس لو تعالي نتخيل العكس حصل هو شك فيها ان هي ما بترد لا كنا هنقول مرضي بس عارف ليه لانه راجل دايما ليه الابر هاند لو هو ليه دايما اليد العليا في العلاقة هو اللي بيطلق وهو اللي بي ماشي العلاقة وهو اللي بيصرف وهو القائد زي ما احنا بنقول فكنا هنخاف من الراجل اكتر لما ست تعمل كده يا عم طايش يا بكرة تتعب شفت ان المنظومة من الاول فيها حاجات كتيرة محتاجة يعني تتهز شوية هو الراجل اللي القائد في العلاقة مش معنى يعني بس ست بتاخد قرارات في البيت ولا حتى اقولك على حاجة لما ييجو في البيت بس المركب اللي هي رئيسين تغرق هي مش كل مش قرارات في نفس الحاجة يعني اقولك لما اي يعني هو بيفهم في كذا فانا همشي ورا في كذا بيحصل فانا بفهم في كذا اكتر فبعد اذنك خلينا انا ماشي في حاجة دي يقول لها ما اختاري اللي تعملي اي حاجة اعمل اللي تعملي ما هو ليه ما هي دي القائد هي اختاري اللي انت عايزها هو دائما يقوله بالاتفاق يعني هم لو قسموا لو حتى لما صرت الجوز لو قسمنا انه حد يبقى ليدر هنا حد يبقى ليدر هنا المركب تمشي ويبقى لاتنين مرضيين ويحسوا انه ديوا ساتسفايد من جوه او مرضي من جوه والعلاقة تبقى كويسة وده التفاوض جوه العلاقة لما بتحصل مشاكل يقول لك ايه انا ما ينفعش اتنازل يقول له ليه ما تنفعش تتنازل يعني ما تتنازل مش انت بتقدر تتنازل في العلاقة دي اه في دي اه يعني ما خلص دي بتاعتك حتتك اه او حتى اتخنقنا مع بعض ويه غلطت في حاجة وانت قدر تتنازل يعني ليه ما تتنازلش فيقول لي ما انا لو اتنازلت بقى كده غلط او لو اتنازلت هي هتركب رأيها شوية فانا عدتها فبعد ما هدينا هي عرفت ان انا عدتها فما تكلمناش خلاص فلما حصل مشكلة تانية انا كنت غلطان فيها بقى اللي حصل هي عدتها لي طب عدتها له ليه عشان هو عدتها عشان في رصيد طبعا هي دي الفكرة العلاقات مش مريحة بطبعها يعني احنا بنعمل طبعا احنا بنعمل طبعا فلنا تنازل قد ايه يعني لو قبل الجواز بنتنازل قد ايه هو في العلاقات بشكل عام احنا ممكن نتنازل ونتفاوض طول ما المفاوض انا بشبه العلاقات بالتجارة طول ما اللي قدامك بيضحي ويستاهل بالزبط يعني لو اللي قدامي شايفاه صاين واخب باله مني وبيعمل وبيمتصق قد ايه هاجي على نفسي يا وما علش خلاص وهايبقى عندي طاقة عامل كده يعني انا لو هو بيقافلي على واحدة لا اقصب لما متنازل ويلا خلينا احنا الاتنين بقى نلعب يعني احسب بقى انا بتنازل نازلت المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها والمرة اللي قبلها بس هو ما بيديش حاجة ما هي عملة زي التجارة انا في التجارة بدي منتج وبياخد حاجة في العلاقات بعمل كده بس حاجات معنوية بقى ارجوك ايو عايز الموصفات العلاقة السليمة عشان ما نوصلش لمعدلات الطلاقي اللي بقى انا وصل يعني هقول بس كلمة للرجالة انه بعد اذنكم بلاش غرور في الخطأ ده مبدأ ايه تمادة اه بلاش اه طبعا طبعا تمادي بقى يعد يتمادة هو النوضوع مش مستاهل خالص بالعكس يعني الغرور في الخطأ هو هيودينا لسكة انه في الاخر انا منفصل او نمشي او ما ننفعش العلاقة ما بيننا او ايا كان حتى لو انا مش غلطان عدم الغرور في ده والتواضع في الحتة دي والمساعدة والتعاون هيوصلنا لحيجة طب حتى لو انا مش غلطان يعني الراجل يجيه يقولك انا مش غلطان انا مالي هي عندها اكتئاب ما تشوف عندها ايه انا مالي فأقول له طب حتى لو انت مش غلطان ولسه مشوفناش المشكلة لو احنا قعدنا مع بعض وتكلمنا وطفوضنا سوا هنوصل لحيجة طيب لو انت فضلت كده احنا في الاخر هنوصل لحيجة سوا حتى لو انت مش غلطان برضه فنوصل لحاجة فبقول لكل الرجالة بعد إذنكم بس بلاش غروف الخطأ في الحتة دي عشان نساعد العائلة ده رقم واحد طيب في العلاقات بقى لو إحنا عايزين نتكلم على حاجة أولا أولا بعد إذنكم ما تعتمدوش على تغير الإنسان الطرف الآخر في العلاقة يعني هو كده أنا هاعتمد على إن باقت عمرنا هنبقى كده يعني اعتمد إنه أنا شايف عيوبه ومتقبلها وهعرف أتعايش معاها بس هاجي في حاجات أقوله بس بقى ممكن كفاية بس هقول لك شكرا لك على الحتة دي ليه بقى ييجي يقولولي طب انت شاف يا دكتور من اللي احنا قلناه الطرف الآخر اللي احنا حكينا لك عنه ده كويس ولا وحش انت اللي عارفه كويس لأنا عارف عايش مع الدبا ومعرفش عايش مع قطة سبت أقول لهم طيب هقول لكم قاعدة بسيطة المميزات اللي في الشخصية مش هنبصلها كده كده أي حد يقدر يعيش مع المميزات احنا هنبص للعيوب لو نقدر نتحملها على المدى الطويل يبقى نكمل الفكرة فين بقى هنا كل البنات اللي بيجي لي او الرجال يقولي هو فيه عيوب بس احنا عارفين نتحملها بس خلاص عايش بس هو عارف تحملها على المدى القصير فترة الخطوبة شهرين تلاتة ربعة لا بس في حاجة تانية يا دكتور لو ركزت فيها على قد ما هو فيه عيوب فيه مميزات بمعنى ان لو شفت المميزات أكتر من عيوبه انا عايزة راجل مثلا مش بتاع بنات فسواني مش بتاع بنات ده مش هيكون عنده علاقات متعددة فممكن يكون قليل خبرة فانا مش مبسوطة معي قوية ما بيدلعنيش بالطريقة اللي انا بشوفها في الأفلام والمسلسلات او عايزة لو انا عايزة راجل بتاع بنات فهو هي دلعني بالطريقة اللي انا بحبها وهيبقى رومانسي وهيخرجني ويقول كلمتين حلوين بس نفس الوقت انا اتدورت وشي هلقيم واحدة تانية يعني انا لازم معود اوزينها صح؟ طبعا والعيوب ما فيهاش كتالوج بمعنى فيه ناس انفصلوا عشان مجرد العصبية او ان هو بيتكلم بطريقة معينة وفيه ناس حصلت منهم اخطاء كبيرة قوي وما انفصلوش ليه؟ العيوب ما اثرتش عليهم قوي يعني ايه؟ فتقولي طب العيوب لنا بقول انها او هي مدية اكتر يا دكتور هي مدية كتير مدية حب وبنية ثقة وبنية حنان وبنية انها ام و اخته واذا في الاخر عصبي تقولك؟ بس او بس دي محلولة بالضبط بس هي الفكرة فين بقى؟ العيوب دي شخصية يعني ايه؟ انا بدايق من دي غيري اللي جنبي ما بيتدايقش من الحكاية اللي انا بقولها او ما بدايقش من الحاجة اللي انا بقولها اه فالمهم انا المقياس انا اللقيس انا بدايق من الحكاية دي والحكاية دي مش هتحملها على المضى الطويل بلاش بقى أخل نصيحة صاحبتي ولا الأمهات يعني ما أخدش نصيحة أنا عايز أسمع بقى يعني كلمة أخيرة كده للأهالي اللي تيجي تقول لها ده أنت اللي غلطانة وانت وانت يا بيرة وعندها 19 سال كلمني بقى عن كلام فتسبب في الضغط في الآخر أنها تختار أي حد أنا هاختم بدي أهم حاجة للأهالي خبرتكم مطلوبة حكمتكم مطلوبة ولكن نصائحكم أرجوكم ما تبقاش نبعة من الخوف بمعنى ما تقبالي يا بنتي ده كويس وحلو وجميل ولذيذ وكل حاجة هو مش حلو ولا جميل ولا لذيذ ولا حاجة بس الأم عايزة إيه البنت تتجوز وخلاص يا عم عايزين نسطر لأن احنا مش بقية الله احنا مش قاعدين طول العمر لكن هي لما تبقى مطلقة معها يالو عدل وحدها وما يكونوا فرحانين بيه فجأة أقول لهم طب معلش هو لو تجوزت حد مش مناسب واتطلقتوا معها طفل الحلو بقى في كده اه بالضبط وكمان بعد ما تتجوز بقى وتحصل مشاكل ومشاكل توصل لضرب وحاجاته ما هو جوزك ما أنت برضو اللي بتنرفزي ما هو أنت بتعملي كده تخيل نسمعها برضو عادي فالنصيحة تطلع منين بقى تطلع من خوف وقالأ مش حتى على البنت ده على مستقبلها وعلى نظرة المجتمع لها فطبعا تبقى نصيحة مشوهة خالص وعملة زي بليدة حلو لا نسبوري على الضرب ده كويس لا ما هو أنت لنرفزتي يعني يا دكتور رأي حرك بقى في الآخر أنه أهم حاجة وأنا بختار أحط العيوب قدامي عشان العقل لازم يحكم يعني حرك حتى قلت نصارة في الثلاث علاقات ما كانش فيها عقل ويمكن ده لمدائق الدكتور يقول نحن لازم يكون في عقل وقلب وكافتين يبقى أدى بعض يا دكتور لازم لازم 50-50 طبعا طبعا عندها ساعة أقول للناس خلي عقلك يشتغل الأول لو قال أوكي كمل باب القلب يعني اطلع من القلب وشوف شكلها شوف بيئتها شوف حياتها شوف طريقتها شوف شغلها شوف كل حاجة وبعد كده قيم بعدك يقول أنا بحبها ساعة فلو أنا قدرت أتحمل إلى يوب يبقى خلاص طب هو عيب سارة في خطبها ولا فيها لا هي في الثلاثة يعني ما أبو ستقول لك عيب سارة حتى السؤال مش قد يطلع يا سارة والله حاولت في الثلاثة أو في الثلاثة ألعب فيها طبعا في الثلاثة طب الخطوبة الأخرى ندي هتنجح ولا لا لو قبل اعتذارها هو هيقبل ولا لا المتوقع من اللي أنا شايفه يعني أنه يقبل أصلاً كان عايز يسيبها كان عمل حاجات تاني وهو متعقل في شخصيته وهي بتحكي المتوقع والاحتمالات أكتر مع أنه يقبل اعتذارها صح الحاجة الوحيدة إنه لو أنه يبقى طول الوقت مش حاسس بالأمان قوي لغاية هي ما تديله التقيقلي لأن طول الوقت هم يستني أنها هتتجسس على خصيته هتأتعك فهي بقى مش آمن لغاية ما هي تبدأ تطمنه فهياخد وقت وهي لازم تصبر وتصلح الخطأ ولكن المتوقع أنه ما يكمل أنا بشكرك ونورتيني مرسي يا دكتور كريم جدا شكراً لك استنونا بعد الفاصل لسه يا صارف في كلام كتير قوي محتاجين نتكلم وساو استنونا